اشتركوا في القناة 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 فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرسل اليهم ابا لباب ليستشيروه فارسله فلما رأوه قام اليه الرجال وجهش النساء والسبيان يبكون في وجهه فرق لهم وقالوا اترى ان ننزل على حكم محمد قال نعم واشار بيده على حلقه يريد انه الذبح ثم تنبه انه باشارة هذه خان الله ورسوله فمضى على وجهه حتى اتى المسجد النبوي وربط نفسه بسارية من ثواريه وحلف ان لا يحله الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فلما بلق رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره قال اما انه لو جاءني لاستغفرت له اما اذا فعل ما فعل فنتركه حتى يغضي الله فيه ومع طول الحسار انهارت مع نويات بني قريدة حتى نزلوا بعد خمسة وعشرين ليلة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقل الرجال وجعل النساء والذرارية بمعزل عنهم في ناحية وطلب حلفاءهم الأوس ان يحسن اليهم كما فعل ببني قينقاع حلفاء الخزرج فقال الا تردون ان يحكم فيكم رجل منكم قالوا بلى قال فذاك الى سعد بن معاذ قالوا قد رضينا وسعد بن معاذ كان طلب من الله سبحانه وتعالى ان لا يموت وإلا ربنا يشفي غيده وقليل من بني غريدة وكان سعد في المدينة للجرح الذي اصابه اثناء قد وطل خندق كان مدروب في الاكحى الحق فجاءوا به راكبا على حمار فلما قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوموا الى سيدكم فقاموا اليه واحاطوا به من جانبه او من جانبه يقولون يا سعد احسن في موالك وهو ساكت لا يجيب فلما اكثر عليه قال لقد انا لسعد ان لا تأخذه في الله لوم تلائم لقد انا لسعد ان لا تأخذه في الله لوم تلائم فلما سمعوا ذلك رجع بعضهم الى المدينة ونعى اليهم القول ولما نزل سعد واخبر بنزول قريدة على حكمه حكم فيهم ان يقتل الرجال وتسبأ الضرية وتقسم الاموال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات وقد كان هذا الحكم ايضا طبقا لشريعة اليهود بل ارفق وارحم من حكم شريعتهم وعلى اثر هذا القضاء الذي قدى به سعد بن معاذ اتى ببني قريدة اتي ببني قريدة الى المدينة فحبسوا في دار بنت الحارث امرأة من بن النجار وحفرت لهم خنادق في سوق المدينة ثم ذهبوا بهم الى هذه الخنادق ارسالا ارسالا وضربت اعناقهم فيها وكانوا اربعمائة وقيل ما بين الستمائة الى السبعمائة وقتل معهم حيي بن اخطب سيد بن النظير اللي كانت امر معهم واللي جاهم اول عشان يقزر المسلمين وعشان ينقضوا الاحد في بني في قزوة الخنزر لما قبيل قلنا مشى لبني قريدة هذا من بن النظير ولأسيد ومن سيد القريدة وحكى معاه وهذا لحكمة يعلمها الله والذنب كان معهم في الحسن وفي الحسار وقع في القبض معهم وقتل مع بني قريدة هو من بن النظير وكان من زعمائي اليهود العشرين الذين حردوا قريشا وقطفان على قزوة الاحزاب ثم كان قد جاء الى قريدة واغراهم على نقد الاحد حتى قدروا بالمسلمين في احرج ساعة من حياتهم وكانوا قد اشترطوا عليه ان يكون معهم يصيبه ما يصيبهم فكان معهم في حسن اثناء الحسار والاستسلام حتى قتل وقد اسلم نفر من بني قريدة قبل النزول فلم يتعرض لهم واستوهب بعضهم فتركوا واسلموا وقتلت امرأتهم من نسائهم لانها كانت قد طرحت الرحى على خلاد بن سويد فقتلته وجمع السلاح والاموال فكانت 1500 سيف 1500 سيف و300 درع درع والفي رمح و500 ترس وحجفة وأثاثا كثير وآنية وجمالا وشياها فخمس كل ذلك مع النخل والسب فأعطر للرجال فأقمس كل ذلك أخذ أقمس بتاعه وقد الله والرسوله فأعطي للراجل الإنسان اللي ما معه فرس يعني فأعطي للراجل سهما وللفارس ثلاثة أسهم كان برجوله من دون فرس من دون كذا سهم ولساحب الفرس ثلاثة أسهم سهما لنفسي وسهميني لفرسه وأرسلت السبايا إلى نج فابتع بها الصلاح أخذوا بدال الصلاح وكلهم بعوهم هناك في نج واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم منها ريحانة بنت زيد يعني عمرو بن خناقة فيقال إنه تسر بها ويقال أعتقها وتزوجها فتوفيت بعد حجته الوداع ولما تم أمر قريدة أجيبت دعوة سعد ولما أتم أمر قريدة أجيبت دعوة سعد بن معاذ وكان في خيمة في المسجد النبوي ليعوده النبي صلى الله عليه وسلم من قريب فمرت عليه شاة فانتقد جرحه وانفجر من لبته فسالت دم الغذير حتى توفي لعجله وحملت وحملت جنازته الملائكة مع المسلمين واهتز لموت عرش الرحمن ومدى على أبي لباب ستة ليال تأتيه امرأته فتحله للصلاة ثم يعود فيربط نفسه بالجزع ثم نزلت توبته في بيتهم سلمة رضي الله عنه فبشرته بها فثار الناس ليطلقوه فأبى حتى يطلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل حين مر به لسلاة الصبح وقد قام المسلمون بعد غزوة بن غريدة بعد عمال عسكرية أهمها ما يأتي في الحلقات الجاية نشوف إن شاء الله هذا لا حلقات إلا إلا إني الله سبحانه وتعالى ما كان أقل لهم مسلمين ويسرق لهم والنبي صلى الله عليه وسلم وسحبه تحركوا بني أقليد وقل يسوي رأياتنا المسلمين علي بن نبي طالب طعب طعلا ومسلمين ويزل السالة بني أقليد السالة ودي بجبيل السالة ويبجبي سالة وتعام رعب كرديبهم و إلا أبو الباب وخلاص حاصر اليوم النبي صلى الله عليه وسلم نفر وقلنا نتفاوض مسلمين وقلنا أبو الباب وقلنا أبو الباب يعني سدي محمد ترأيون تكرروا لكفرين وقلوا بيلا وقلوا بيلا وكم خيانة ودى ما صليو وطوال وأستغفر وقلنا أروا حرام النبو وقلنا مسجد النبوي حتى من سوالي من ساريات حتى من نا تاكيات من ناجئة لهم يبنفس أسرا كي يتعلقني والله رسول الله وقلنا أستغفر النبي صلى الله عليه وسلم لخباركم سأل سمعي مات إياه وعلى واستغفر كي يقولوا لكن عقوكم سألو هذا دي من نفسه حكمة أسرق ربا حكم من نبيلا وسيس يوم تأكد أننا سأح واصلت ما تدفعت تعالت وعقول لتأثر على وحقه لتوبة تتقبلت دي بيتم سلم أن دوتو النبي صلى الله عليه وسلم لو حيما تأبا ويقول لتألو كي يتعلقوا لأبيا للرسول الله صلى الله عليه وسلم سكفتحاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت السبوه عندما تتمع الآوة فتحجو وكم سألو لبابك إنقبا لحسار كم سالفتحا حقه خمسة وعشرين يوم اللهم طوالي فقروا واستسلموا وديهم سلموا ولسب كلهم تنسأوا وعني والأنس والأجنيد كله وتفرزوا و هذا دي يعني منحكم حسن حكام وديبنا 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 خرج أسنيك وبني أنقعك فقب أو بندين فقب أو وليكم سالفتح أنا يحكم لكن الناس منكم أتحكم دي بكم وتل حكمكم وديبكم على خيانة وانتم وديبكم وانتم تدوليكم من الأزا دي بني النبي صلى الله عليه وسلم كذب لسعد بني معاز لأك وبجر نحن أحسن وديبنا 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 يعني وترجو وتحالو وتسمعهم على سمعهم على وخلصوا بيلا أنا لسعد أن لا تأخذوا في الله لو ما تلعب دي رب العالمين رحمته وقال دي بحق الجنس أن كمحكم كدبهم بيلا لا سبل تقعد طول بيلا ولا أنس للسلبة ولا جنيت وقلهم كلهم تنسقوا ولا تقسموا وكمسل يعني موالي وخدم قبقوا وأول الزباء أو كمسل اللي والأموالهم تتنسقوا ولا مدرهم لتقسم وكمسل اللي بيلا سعد بني معاز والرصول صلى الله عليه وسلم هيني بيلي والله حكم من سبع سماوات العل حكم كدبهم ولا ما يهود بدير كمسل الحكم معلو كمسل حالات دي أو أشد دم النوم وقبل هيني لقضاء اللي بيسعد قبل دي بهم ولسابنة ناصقوا كندى ناصقوا مقلسوا بمدينة ماتقوا بهم كدي بيت حتي بنت الحال سبها العلات من بن النجار تبيتها حوش على دي با بييتها دي با دي با علو وبعد شوية برا تجهل من خندق حفلة قلوم كخندق عند حفلة قلوم مجموعة 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 قلق قلق دور كان قلق سبهم على وأ سيوف مجموعة مجموعة وديبهم دفنوهم وتم أربعة مئت تم رب ولد بهل كمان قال كالا هلأ سيز من سيز مئت سيز سبع مئت قبل بهل كمس قلق قطلوا لهم كلهم ومس قلق لهم أورو من مجرمين من بني الندير حياة بني أخطب بهل العلا اللي من زعما نا يهود من النم على مسئول لهم بني قري زي دات أعمر وان دف التن لعلا بدير قلق 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 لهم نوع علا تو با قوم تأنحاء قلق با قوم در أنحاء بحسار جوا مسلوم كردنا و با قوم سي مئت با قلق و قلق 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 و رم من مجرمين لعلا تو كمسال هما السيطة حتى قلق 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 الانس السعياء والأموال قلق و سرهم الانس كان نجد والأجنيت سرهم وسلاح باقي مطلق والنبي صلى الله عليه وسلم حتى رحيانا بنت تيت اللي حرمنا واعطى قياله له هدايا والسلاح للرقب والأموال اللي حتى ألف وحمسمائة سيف اللي رقبوا ألف وقمسمائة سيف قبل رقبوا وثلاثمائة درع اللي لابسوا منها اللي منها قطار ما يحطينا على اللي رقبوا وألفين وكل ألف هي يعني رميح رقبوا كوانيو اللي وحمسمائة ترس وحجفة وأساس بدناي حاجات أساسات دي بيت لقبي بذوح منو زي بذوح رقبوا وأقربات وحفوش وإنسا وعطعال وباقع كل شيئا عامة لقمس ناس أمن ولا نخيل ولا سبيل والد والأنس والجنيد كل وحفوش 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 من المتحدة وحفوش 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 في مطلع وحفوش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة